عقد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الناب الأول لرئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي برؤساء الاتحادات الرياضية وذلك لمناقشة استراتيجية الهيئة لتطوير المنظومة الرياضية ويعد هذا الاجتماع الأول الذي يعقده سموه برؤساء الاتحادات منذ تولي سموه رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وقد شارك في الاجتماع سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية وعضاء الهيئة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعدت الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر وجميع رؤساء الاتحادات الرياضية وفي بداية الاجتماع رحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجميع ونقل سموه لهم تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعى مشيدا سموه بالجهود التي تبدلها الاتحادات الرياضية في تنفيذ الأنشطة والبرامج التي تسهم في تطوير مستوى الألعاب وأداء الرياضيين على الشكل الذي تجعلها في جاهزية وقدرة على المشاركة والمنافسة في مختلف المحافل والبطولات القارية والدولية وأكد سموه ضرورة الاستمرار في إطلاق البرامج والمبادرات التي تدفع لمعالجة المعوقات وتسهم في تطوير العمل الرياضي وذلك على الرغم من الصعوبة التي يشهدها القطاع الرياضي في العالم في الفترة الحالية بسبب التداعيات التي تفرضها جائحة كورونا وتطرى قاسم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خلال الاجتماع لاستراتيجية الهيئة العامة للرياضة في تطوير المنظومة الرياضية وما ستشهده الفترة القادمة من تنفيذ خطط ترتقي بالنظام الإداري والاجراءات والخدمات مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس تقدم الأعمال من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية التي تخدم التوجه القادم للعمل وفق منظور احترافي ومستدام يسهم في زيادة الاستثمار والإيرادات بالاتحادات ويدفع المنتخبات الوطنية لزيادة حصادها من الذهب وتسجيل إنجازات جديدة في مختلف المشاركات وناقش سموه مع رؤساء الاتحادات الرياضية الأراء والمقترحات بهدف تحويل كل التحديات التي تواجهها الاتحادات إلى فرص يتم استثمارها لتطوير أهليات العمل والذي يعود بالفائدة والنفع على النهوض بالألعاب ورفع مستوى وكفاءة منتسبي الاتحادات من إداريين وفنيين ورياضيين حثاً سموه الجميع على تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بما يخدم تحقيق مزيد من النتائج المشرفة في قطاع الرياضة وفي ختام الاجتماع قرر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تشكيل لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعدت الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر نائباً لرئيس اللجنة وعضوية كل منه مدير إدارة الرقابة والتدقيق والمستشار القانوني بالهيئة ترجمة نانسي قنقر